السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم في فيديو جديد عن السيارة رينو داستر موديل 2020 استقررت أسعار سيارات رينو داستر موديل 2020 وحققت السيارة المجمعة بالخارج انتشار واسع في مصر لما تميزت به من اعتمادية وقوة وتوفير في استلاك الوخوت الفئة الأولى بتاعتها سعرها 302 ألف الفئة التانية سعرها 318 ألف وقدرت الفئة التالتة بسعر 346 ألف جنيه الكلام دا خلال ديسمبر الحالي وفقا للقائم السعرية الصدرة عن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية رينو كشفت رينو في مصر عن ترقيتها لتجهيزات سيارتها الشهيرة داستر تجهيزات تتعلق بالأمان والسلامة مواجبة لتقدمها كموديل 2020 في سوق المصري وقد أضيف للفئة التالتة اللي هي الأعلى تجهيزا كاميرا رؤية محيطية حول السيارة بزاوية 360 درجة ودي عبارة عن مجموعة كاميرات ركبة على الكاميرات الجانبية ومقدمة وخلفية السيارة وده بيساعد على رصد أي تحركات بشكل أفضل عند الركن وتعد ميزة غير منتشرة في نفس الفئة السعرية فضلا عن إضافة نظام رصد النقطة العامية لتفادي الاستضام الجانبي وده أحد المميزات برضو الغير منتشرة في نفس الفئة السعرية وبجانب التجهيزات الإضافية للفئة التالتة فيها عدد أربع وسائد هوائية أمامية وجانبية إمكانية تركيب مقعد الطفل فيها مانع للسرقة ونظام مانع انغلاق المكابح ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام تعزيز الفرامل وبتشترك جميع الفئات باستثناء الفئة الأولى اللي هي فيها 2 وسادة هوائية فقط مع التجهيزات الإضافية الجديدة للفئة التالتة تم زيارة سعرها بقيمة 5000 جنيه علشان تبقى ب346 ألف بدل 341 ألف كموديل 2020 يعني كل شركات السيارات وسط أزمة البيع الموجودة حاليا بيحاولوا يخفضوا في السعر إنما شركة رينو الفرنسية بتزود سعر الفئة الأعلى بتاعتها وكل ده علشان حطت فيها أربع وسائد هوائية وزودت الجنط بتاعتها هنتكلم عن المواصفات الفنية للسيارة رينو داستر 2020 بمختلف فئتها من البشور الرسمي للسيارة بالنسبة لسعة المحرك 1600 سي سي في الثلاث فئات نظام السبابات 16 سباب عدد السيلندرات 4 في الثلاث فئات القدرة القصوى 115 حصان عند 5500 لفة في الضيئة للثلاث فئات العزم الأقصى 156 نيوتن متر عند 4000 لفة في الضيئة في الثلاث فئات نظام الدفع أمامي السرعة القصوى للسيارة 167 كيلو متر في الساعة وده سرعة أوليلة طبعا وكلام ده في الثلاث فئات التصرع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة في 10 و 9 من 10 جزء من الثانية متوسط استهلاك الوقود 7 و 4 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر مقطوعة نظام حقن الوقود حقن متعدد النقاط ساعة خزان الوقود 50 لتر درجة نقاط الوقود ألموسة باستخدامه في السيارة دستر 92 أكتان ناقل الحركة أوتوماتيك من نظام سي بي تي نوع جنوتها جنوت معدن 16 بوصة في الفئة الأولى والتانية والفئة التالتة زودوها شوية بوصة فباقت 17 بوصة مقاس الإطارات اللي هو 16 في 215 في 65 أقل نص قطر للدوران 5 و 2 من 10 متر بالنسبة لأبعاد السيارة رينو دستر 2020 الطول الكل بتاعها 4 متر و 34 سنتي عرضها الكل متر 80 سنتي ارتفاع الكل متر 69 سنتي قاعدة عجلاتها 2 متر 67 سنتي ارتفاع السيارة عن الأرض 21 سنتي ساعة الشنطة الخلفية 445 لتر وزن السيارة فرغة طن 179 كيلو جرام بالنسبة لنظام التعليق في السيارة أو عفشة السيارة نظام التعليق الأمامي Independent Spring Macpherson Wizz Stabilizer ده في الثلاث فئات ونظام التعليق الخلفي Semi Independent Springs بالنسبة لنوع الفرامل الأمامية Ventilated Disc والخلفية Drum بالنسبة لأنظمة الأمام في الثلاث فئات فرامل مانعة للانغلاق EBS توزيع إلكتروني للفرامل EBD برنامج تدعيم الفرامل اللي هو الBAS نظام المساعدة عند السير على المنحدرات موجود في الثلاث فئات برضو تصفيح الحديدي اللي موجود أسفل المحرك في الثلاث فئات وسادة هوائية للسائق وسادة للراكب الأمامي أربع وسائد هوائية ده موجودة في الفئة الثانية والثالثة نظام ISOFIX اللي هو تثبيت مقاعد الأطفال في الثلاث فئات طي المقاعد الخلفية في الثلاث فئات نظام الحماية ضد السرقة اليموبلايزر في الثلاث فئات نظام غلق مركزي مع ريموت كنترول في الثلاث فئات إضاءة نهارية مستمرة LED في الثلاث فئات وبالنسبة لكاميرا الرؤية الخلفية وحساسات الركن الخلفية ونظام الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل وأيقاف المحرك كل الحاجات دي موجودة في الفئة الثلاثة فقط بالنسبة لأنظمة القيادة باور ستيرنج حساس للسرعة في الثلاث فئات عجلة القيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشنز في الثلاث فئات كمبيوتر رحلات زو ست وظائف في الثلاث فئات مسبت ومحدد سرعة ده موجود في الفئة الثانية والثالثة بس وضع الإيكو لتوفير استهلاك الوقود موجود في الثلاث فئات بالنسبة لنظام الترفيهي في السيارة رينو داستر فيها راديو ومشاغل M3 في الثلاث فئات شاشة سبعة بوصة وراديو في الفئة الثانية والثالثة فقط نظام ملاحة GPS موجود في الفئة الثانية والثالثة بس سماعات 3D موجودة في الفئة الثانية والثالثة فقط مخرج USB في الثلاث فئات البلوتوس موجود في الثلاث فئات بالنسبة للكماليات الخارجية للسيارة مصابيح ضباب أمامية وخلفية في الثلاث فئات بالنسبة لقطبان التحميل على السقف بلون اسود متعامة بالكروم موجودة في الثلاث فئات إضاءة ليد للمرايات الجانبية موجودة في الثلاث فئات مراية الرؤية الجانبية كهربية التحكم دي موجودة في الفئة الثانية والثالثة فقط بالنسبة للكماليات الداخلية في السيارة كمبيوتر رحلات موجود في الثلاث فئات التكييف بالنسبة للفئة الأولى والثانية يدوي وبالنسبة للفئة الثالثة أوتوماتيكي إمكانية تعديل ارتفاع عجلة القيادة موجود في الفئة الثانية والثالثة فقط أربع زجاج كهربائي موجود في الثانية والثالثة فقط زجاج مظلل عازل للحرارة في الثلاث فئات عجلة القيادة مكسوة بالجلد في الفئة الثانية والثالثة فقط مقعد السائق يمكن تعديل ارتفاعه يدويا في الثلاث فئات الإطار الاحتياطي بنفس مقاسة الإطار الأصلي مع جان تحديد في الثلاث فئات فيه مسند يد مزود بسندوق تخزين في الثلاث فئات بالنسبة لسعر رينو داستر بمختلف فئاتها في تحديث شهر ديسمبر الفئة الاولى اوتوماتيك اسمها فيجن 1600cc ب302 ألف جنيه مصري رينو داستر 2020 الديناميك اوتوماتيك 1600cc ب318 ألف جنيه الفئة الثالثة رينو داستر اوتوماتيك سيجنيتشر 1600cc ب346 ألف جنيه في نهاية الفيديو اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد